تحدث السفير الصيني المعين حديثاً لدى الولايات المتحدة شيفون عن دوره ومسؤوليته في حماية المصالح الوطنية للصين وتعزيز التبادلات والتعاون الثنائيين فلنتابع بصفتي ممثلاً للشعب الصيني جئت إلى هنا لحماية مصالح الصين وأعتبر ذلك مسؤوليتي المقدسة وبصفتي مبعوثاً للشعب الصيني جئت إلى هنا لتعزيز التبادلات والتعاون بين الصين والولايات المتحدة وأعتبر ذلك مهمتي الهامة بدأت العمل على العلاقات الصينية الأمريكية قبل ثلاثة عقود وبعد ثلاثين عاماً ما زلت أعتقد أن العلاقات الصينية الأمريكية السليمة والمستقرة تصب في مصلحة البلدين وهو أيضاً توقع مشترك للمجتمع الدولي وإسهام كبير في السلام والرخاء العالميين من الواضح أن هناك خلافة عميقة بين البلدين وتواجه العلاقات صعوبات وتحديات خطيرة ثم مرت هذه العلاقات بالعديد من التقلبات والمنعطفات في نصف القرن الماضي لكنها كانت دائماً قادرة على المضي قدماً العلاقات مهمة جداً بالنسبة لنا بحيث لا نسمح لها بالفشل لا يمكن لأي من الجانبين تغيير أو استبدال الآخر بالعمل معاً سيكون كلاهما فائزاً أما بالتعارك فسيكون كلاهما خاسراً وسيتأذى العالم أيضاً إن قدرة الصين والولايات المتحدة على إدارة العلاقات بشكل صحيح أمر مهم لمستقبل البلدين ولكوكبنا العالم يشاهدنا